بسم الله الرحمن الرحيم قبل ان نظر دورة حياته ان نرد على التقاثر او زل الظروف في زل تكاثر اللاجنسي ده مهم جدا الحاجة التانية بيحصل في زل الظروف الملائمة ليه عشان ده برضو تكاثر اللاجنسي اللي عنية صار بس في زل الظروف غير ملائمة بنبدأ مع بعض في الخلية الأصلية بتاعت التحلب احنا عارفين تركيبها طبعا اللي هي خلية واحدة فيها صوتين متساويين أماميين فيها نواة كبيرة فيها وحدة فقط أيضا فيها بلاستيدة كبيرة وفيها الاي سبوت أو البقعة الضوئية أو العيني حنتحرك ناحية اليمين بنشوف أن أول حاجة بتحصل اللي هي سقوط الأصوات ثم انقسام محتويات الخلية ثم تكون صباحة بنوية خلايا أيا كان عددها عددها بيكون مش كبير زي الحالة اللي حنشوفها دلوقتي غالبا بتكون أربعة أو ستة حنشوف أربعة تمانية لكن بيبقى العدد أولي خلايا صغيرة بدون أصوات يبقى هنا بدون أصوات بعد كده بيبطي تكتمل نمو الخلية فبالتالي بقى هنا محتاجين نكون أصوات لأن خلاص اكتمل النمو وفتحها فبنكون الأصوات وبتنطلق الخلية من الخلية الأم وتعيد النمو للحجم الأصلي مرة تانية يبقى ده التكاثر اللي جنسي في ظل الظروف المناسبة بنروح في ظل الظروف غير مناسبة بنلاقي إن في حصل سقوط للأصوات زي ما حصل هنا وانقصام محتوى الخلية بس هنا حيبقى فيه أول فرق يعني لازم ننتبه إليه أول فرق إيه هو عدد الخلية عدد الخلية سيكون كبير جدا وده شيء طبيعي لأنه الظروف غير مناسبة فعايز يضمن إن فيه خلايا ستعيد دورة الحياة مرة تانية بيتكون قدر جيلاتينية هنا ما حصلش الكلام ده حاولين الخلية عشان تحميها من الظروف غير المناسبة فبنلاقي عد الطبقات بالشكل ده كل مجموعة خلايا بتحضب مجموعة من الطبقات من الغلاف من الجيلاتين أو مادة الهولامية عشان تحميها من الظروف غير المناسبة في توفر الظروف المناسبة بقى اللي يحصل بتتكون الأصوات وبتنفج الخلية عشان تطلع الخلية الوليدة الجديدة وتنمو إلى الحجم الأصلي يبقى ده كده اللي هو التكاثر اللاجنسي في صل الظروف الوليدة المناسبة الفرق بين الاتنين يجد ان هو حيب يحصل تقنهي ظرف هنا عدد الانقسامات بيكون قليل فتبقى 4-6-8 خلية بكتير هنا عدد خلية أكتر هدي أول فرق الفرق الثاني هنا كملت نموها على طول إنما هنا حصل إنها كونت إيه عدد طبقات حوالينا الخلية الحقيقة الطور ده اللي احنا بنتكلم عليه الطور ده بنسميه الطور البالميلي نرجع مرة تانية الطور ده بنسميه الطور البالميلي أها ده البالميلا ستيج أو الطور البالميلي وده بيتكون في التكاثر اللاجنسي بس تحديدا فين في الظروف غير المناسبة ده التكاثر اللاجنسي بيجي نشوف التكاثر الجنسي مع بعض هنلاقي إن إحنا بنبدأ فين بنبدأ البداية بتاعتنا هنحط النجمة بتاعتنا أهي خليتين من خلايا التحلب بالشكل ده كده أهو الخليتين دول واحدة فيهم هتصرف كأنها مذكر والتانية هتصرف كأنها خلية خضرية مؤنسة بيحصل أن كل خلية منهم بتنقسم عدة انقسامات عشان تكون أمشاك الأمشاك دي بتكون مؤنسة ومذكرة بتنطلق الأمشاك يبقى أول خطوة هذه أول خطوة أهي أدي تانية خطوة حصل انطلاق للأمشاك بعد كده بيحصل تقابل والتصاق باشيجين لكن ما اتحدوش مجرد تقابل والتصاق فقط بعد كده الخطوة الرابعة بيحصل اتحاد السيتوبلازم يعني انتقاد مكونات الخلية المذكرة انتقلت إلى الخلية المؤنسة فده اتحاد سيتوبلازم بنيجي بعد كده في الخطوة رقم خمسة اللي هي دي بيحصل اتحاد الأنوية بقى فهي هيتحول من N إلى 2N فهي حصل التقابل الرابعةiendo ثم تزيد تقابل الرابعة وحصل التحاد السيتوبلازم وبعد نحصل اتحاد انوائي طبعا هنا لو ان نوع التكاثر الجنسي هنقول ان هو التكاثر الجنسي متماسل الامشاك لان الخلايا قدوا بعضها والاثنين متحركين بتكون عندي اللقاح او الجنين هنا اثنين ان طبعا ملاكوا تبنى طبعا اثنين ان هل ينفع ان هو يكمل نموه الى الخليل الاصياء على طول بالتأكيد لا ليه عشان اثنين ان وده ان طبعا عشان استعيد عدد المسلمات اللي هو الان لازم يحصل انقسام اختزالي اللي هو ده اهو طيب الانقسام اختزالي ده بيحصل في تمن خطوات بياخد وقت شوية فبيتالي عشان نضمن ان اللقاح او الجنين او الزايوتس بتفضل سليمة فلازم بيتم ايه تكوين جدار ساميك حواليها عشان يدي فرصة لاستكمال ايه لاستكمال بيدي فرصة يبقى ليه حصل انقسام اختزالي عشان نحول الاثنين ان الان يبقى استعادة العدد كمسومة الاصل بتاع التحلم طب ليه تكون جدار ساميك حتى يعطي فرصة لاستكمال خطوات الانقسام الاختزالي وبعد كيه بتكون الخلايا ان زي الخلايا الاصلية وبتنمو الى التحلم الاصل ده دورة الحياة الجنسية بتاع التحلم الكلامي دونس كده بنكون شوفنا التكاثر كله سواء الا جنسي فالصروف المناسبة وغير المناسبة وده التكاثر الجنسي بتاعه ان كنت وففت فمن الله وان كنت اخطأت او نسيت شيئا فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا الى ان نلتقي في فجو جديد من فجوهات تبسيط العلوم نترككم في رعاية الله وامان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة